تبدو أيام إحدى أشهر نزهات اسطنبول التي تقوم على الوصول بالمركب إلى جزر الأمراء والقيام بجولة فيها في عربة خيل معدودة بعد قرار بتعليق العمل بهذه الأخيرة لأسباب تتعلق برفاه الجياد فقد قرر حاكم اسطنبول تعليق الرحلات بعربات الخيل مدة ثلاثة أشهر إثر وباء صلت الضوء على صحة الجياد المثيرة للقلق هناك أمراض لم تعالج بعد نرى الخيول تموت من سوء التغذية ومن قلة الرعاية والعلاج ومن ظروف معيشتها كما أمر حاكم اسطنبول بهدم الاستبلاط غير القانونية وبناء أمكنة للحجر الصحي لاحتواء الأوبئة وتقلق السلطات خصوصا من وباء الرعام وهو مرض تنفسي قاتل قضى علاميات الخيول على الجزر منذ أول موجة إصابات في 2017 دعنا لنتخلص كليا من هذا النظام سنترك عددا محدودا من العربات التي تجرها الخيول للسياح وعلى سبيل الفولكلور كما يجب أن تستغل بطريقة أفضل وأن تنال عناية الحقيقية لا يجب عليها أن تقطع مسافات طويلة ويجب أن يكون وجودها رمزيا فقط ويثير ذلك غضب ساسة الجياد الذين يرفضون الاعتراف بأن حيواناتهم تعمل في ظروف كارثية من سيهتم بالجياد إن توقفت العربات عن العمل؟ يوجد أكثر من ألفين حصان هنا من سيعتني بها؟ إذا اندثرت هذه الممارسة ستتحول إلى نقانك ويؤكد رئيس البلدية أنه يحضر خطة تهدف إلى إحلال نظام نقل كهربائي محل العربات التي باتت جزءاً من الماضي تحضبها ترجمة نانسي قنقر